طيب معنا الأستاذة شديا من أسيوط السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيك فضلت الشيخ الله يستركم يا أهل أسيوط ومصر والعالم أجمع فضلي ادعيلي بالشفة أنا والله مريضة عندي ورام عندي سلطان فما صمتش رمضان يعني ايه الحال اللي عمليه طيب حاضر أجيبك إن شاء الله وأسأل الله في علاه أن يلبسك تاج الصحة والعافية أنت والمسلمين أجمعين أي سؤال تاني يا أستاذة شديا شكرا يعني سبحان الله أوليتني نعما أبوح بشكرها وكفيتني كل الأمور بأثرها فلأشكرنك دوما ما حييت وإن أمت فلتشكرنك أعظمي في قبرها يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لكل مبتلى يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل فاصبري لأن هذا المرض كفار لك إن شاء الله من الذنوب والسيئات ورفع لك في الدرجات بشرط الصبر بإذن رب الأرض والسماوات أنا لا أستطيع الصوم على هذا المرض الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني على المريض المرض الذي لا يرجى برؤه عليه بأن يفدي عن كل يوم إطعام مسكينا هكذا علمنا من أهل الفقه وعلمنا عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم